دعت نقابة المهندسين منتسبيها في وزارة التربية والتعليم إلى الإضراب عن العمل غداً الأحد قالت النقابة في بيان لها أن سبب الإضراب هو عدم التزام وزارة التربية والتعليم بعرض مطالب مهندسي التربية على مجلس الوزراء كما كان متفقاً بين النقابة والوزراء بدوره قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة للمملكة أن الوزارة تسلمت مطالب المهندسين العاملين فيها وقامت بتحويلها إلى وزارة تطوير القطاع العام لدراستها فيما يتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء عمر الرزاز مع نقيب المهندسين للتوصل إلى اتفاق كان قد تأجل تنفيذه بشأن المهندسين العاملين في وزارة التربية ومعنا في الستوديو محمد المحميد عضو مجلس نقابة المهندسين سيد المحميد حياك الله في قناة المركة إذا يتحدث عن المطالب بسم الله الرحمن الرحيم نشكر قناة المملكة بمواصلتها بقضايا الوطن العامة وبقضية مهندسين وزارة التربية والتعليم حقيقة هذه المطالب هي مطالب قديمة حديثة من عام 1998 ومهندسي وزارة التربية مع زملائهم في مهندسي القطاع العام يطالبون بمطالب محقة ترتبط بعلاوة الهندسة ووعدوا بأكثر من مرة من أكثر من حكومة بأن يتم إضافة 10% من عام 2013 ولكن الحكومات السابقة لم تفي بوعدها بهذا المجال مهندسي وزارة التربية لهم خصوصية ما فهم مهندسين تعينوا بهذه الوزارات عن طريق ديوان الخدمة المدنية ونعي أن يجب أن يكون هناك عدالة عندما يقدم المهندس للعمل عن طريق ديوان الخدمة ويأتي فرصة عمله في وزارة التربية أو في وزارة أخرى يجب أن يتساوى بالمزايا وبالرواتب وبالعلاوات الخاصة بالمهندسين للأسف مهندسين وزارة التربية في بعض العلاوات لم يأخذوها أسوة بزملائهم كمهندسين في الوزارات الأخرى مثل وزارة الأشغال أو وزارة الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى حقيقة نحن منذ بداية شهر ستة تقريبا اجتمعنا مع اللجنة الممثلة لمهندسين القطاع العام مهندسين لوزارة التربية وتم التباحث حول هذه المطالب وتم إرسال عدة كتب رسمية استنادا إلى نقاط قانونية عن طريق المستشار القانوني لنقابة المهندسين تم إرسال عدة كتب ولكن للأسف كان الرد سلبي من قبل وزارة التربية لذلك قررنا كمجلس نقابة المهندسين بعقد اجتماع مع معالي وزير التربية والتعليم لبحث هذه المطالب تم هذا اللقاء طبعا تأخر هذا اللقاء ولكن مؤخرا قبل ثلاث أسابيع شرفنا معالي وزير التربية بالقدوم إلى نقابة المهندسين والاجتماع مع مجلس النقابة وتم التباحث في هذه المطالب هذه المطالب ترتبط بعلاوة للمهندسين العاملين بهذه الوزارة أو للعاملين بشكل عام بأي مؤسسة هناك علاوة مؤسسة المهندس في وزارة التربية لا يأخذها هناك جزء منهم مرتبطة بعلاوة التعليم لأن بعض منهم مهندسين هم معلمين في مدارس الصناعة لا يأخذها بعض علاوة المخاطر كون بعضهم يعملون في المختبرات أو المشاغل الهندسية فهناك رزق عالي في عملهم هذه العلاوة لا يتقاضوها المهندسين حقيقة وصلنا إلى نقطة تفاهم مع معالي وزير التربية والتعليم وتبنى هذه المطالب وكنا برضو كمجلس نقابة وكلجنة مسؤولة عن هذا الموضوع حميد بصيغة الماضي كنا وطالبنا نعم تم الحديث وتم الوعد من قبل رئيس الوزراء إذن ما الذي يحدي بكم بإضراب غدا؟ ألا يكون هذا كفيلا بتعليق إضراب غدا المنادبه؟ نعم ستي اللي صار بالتفاصيل أن معالي وزير التربية والتعليم تبنى هذه المطالب ووعد بأن يعرض هذه المطالب على مجلس الوزراء بعد يومين من قابلته معنا وبلغنا كمجلس نقابة أننا ننتظر الرد لغاية يوم الأربعة قبل ثلاثة أسابيع تم تأجيل الاجتماع ولم يطرح هذا الموضوع صار في أكثر من جلس لمجلس الوزراء ولم يطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء مع أننا وصلنا إلى نقطة تفاهم معالي الوزير على صعوبة الحال المالية حاليا ونحن في نهاية سنة وكلها وعود يجب أن تطبق في 2019 يعني لم نطلب من وزارة التربية أن يقع على عاتقها أو عاتق موازنتها مبالغ في هذا العام كلها هي وعود مؤجلة بالعام 2019 و2020 وكلفة هذه الوعود حتى يكون برضو المشاهدين عارفين هذا الموضوع هي كلفة قليلة مقارنة بموازنة الدولة نحكي عن 350 ألف تقريبا دينار في 2019 و350 ألف في 2020 يعني نحن برضو كمان في عنا جانب كنقابة صحيح من طالب بمطالب مهندسينا ومهندسينا وهذا واجبنا كنقابة لأنه أسسنا لحماية مرت الحكومة على هذه المطالب ولم تجبني على سؤالي سيد محميد لم تجب على هذا وأنت لم تجبني لماذا الإضراب غدا لأنه لم تجبني أخذت منكم النفس الطويل والصبر الكبير على المطالب لنقول نوعا ما ألا يوجد خطة بديلة لاتباع أسلوب جديد في المطالبة بحقوقكم بما أنه أخذت نفسا طويلة هم ستنتهجون النفس الطويل من أول وجديد حقيقة نحن نفسنا طويل وكل قراراتنا كمجلس نقابة مهندسينا نحن مؤسسة وطنية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ودورنا أيضا أخذ بعين الاعتبار الوضع الإقليمي والوضع الاقتصادي للبلد والوطن وبالتالي إحنا لما وصلنا لنقطة منتصف بيننا وبين معالي وزير التربية والتعليم آثرنا على أنفسنا أنه الاقتصاد في الحكوء ووضع الاقتصادي للأردن نفسنا طويل نعم لأننا في تحديات على مستوى الوطن وأحنا جزء من هذا الوطن وبالتالي لازم يكون لدينا وعي بالرهاصات والكاملة التي تدور حول القضايا المطلبية ولكن للأسف نجابة بأن الحكومات بشكل عام لا تستجيب إلا بطرق التصعيدية طبعا بعثنا عدة كتب لوزارة التربية وبعثنا نفسنا طويل لماذا لم تكن الاستجابة إلا بنزول والاعتصامات ومع ذلك برضو الإضراب هو إضراب بمواقع العمل ولن يؤثر على سير العملية التربوية بشكل عام يعني ما أخذين في عين الاعتبار دورنا ودورنا الوطني حتى ما نأثر على الناس في حدمتهم ووصلت الفكرة سيد محمد المحامد عضو مجلس نقابات المهدسين أحلام بك شكرا